اطبعكم الله بالخير يا ايوه الخير ما زلنا اليوم ثلاثة ثمانية عشرين ثلاثة وعشرين ودرجة الحرارة اربعة عشر حاليا النرويج بلدة مودالن القرية قرية موء اني اصور هالمكان ومروح وفيه شلال نهري وحاول اوصلة الشلال هذا ماله ماله طريق الواحد يصل ماله طريق هذي لاني مسكرين في نهر جدام نواصل تصويرنا ما زلنا في بلدة مودال وقرية موء البلدة اسمها مودالن والقرية اسمها موء مكاس رهيب حياكم الله وبياكم الساكم الله الحير جميعا حاليا نحن في مدينة فوردة النرويجية وهذا اشهر شلال فيها واقوى هم هذا احنا بعد تشوفونا شي ضعيف ترى في عز ثورانة ما تقدرون توقفون هنا اليوم ثلاثة ثمانية عشرين ثلاثة وعشرين ودرجة حرارة تقريبا خمسة عشر وهذا بروح هم سوي نهر ليش هذا قوي ليش هذا شو هنا شو درجته كيف قوي هذا لان منبعه قوي جدا المنبع كبير لذلك هو قوي مدينة فوردة مدينة فوردة النرويج وهو اسمه شلال هولدة بس احنا نسميه شلال فوردة أخر مجرد طريق الحلو الى الباركنغ الى الباركنغ 6 دقائق وهذا النهر تقدرون ان يصيديون فيه سلمون ان تحصل النارة معكم تقدرون ان يصيديون فيه سلمون شوفوا محل الطريق شوفوا بس محل الطريق وانت تمشي طريق سهل جدا لا فيه اطلع وننزل ترى هالمناظر تشوفونها في النروج كالمكان بتعجزونه انتو توقفون وصورون وخصوصا ناحية الارياف اولدان سترين وهش اللي هاي شوفوا صخرة وعليها الشجرة هذا الوادي الشهير هنا قبل سترين تقدرون تيون تيون غداكم ولا تيون بالدافور وتطبخون غداكم وتغدون على المكان الجميل فيه طبعا اماكن كثيرة في المكان هذا في الاريافاي اماكن كثيرة بس هذا الوادي بالذات يجون الناس وخصوصا العوايل الخليجية هذه هي النروج مطر مطر مبقادر اصوره اتم الله بالخير يا بيوه الخير وصلت الى اولدن النروج هذه طبعا المدينة قريبة من سترين هذه الغرفة خذيت للمدة يومين اليوم ب 771 درهم اماراتي مع الافطار وموقع السيارة مجان ومدينة ستيرين على بعد دقائق من هنا موقع جدا ممتاز وريح وبنطلع بعد شوية مساكم الله بالخير يا بيوه الخير هذا شلال مدينة ليون اللي قريبة من سترين الارياف النرويجية السيارة بتلف وانا الارياف وليرياف ما زلنا ثلاثة ثمانية عشرين ثلاثة وعشرين درجة الحرارة ستعشر وهذا ما بعرفين يروح شوفوا الأجواء هذه المياه اللي هي من البحيرة وريح صوب الشلال رايح صوب الجسر التقاطات من هنا وهناك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 يلا وراي واحد واحد الجماعة كانهم مسكرين اشتركوا في القناة كان حلو بصراحة مسوين هالجلسات الحلوة مسوين هالجلسات الحلوة أرى الأطلالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا ترجمة نانسي قنقر فهر بابا هر سام نواصل ونازلنا في شلال مدينة بيرغن النرويجية 13-28-23 هذا اسم الشلال نحن في مدينة بيرغن هذا اسم الشلال شلال بيرغن شفنا شلال أوسلو لكن هذا شلال بيرغن في مدينة فانا جنب الكنيسة بيرغن 13-28-23 ودرجة الحرارة 13 مطر مطر مغطي التليفون بيدي للتصوير ولا بيعلق عليه مكان جميل للجلسات للكشتات مكان جميل جدا شوفوا كيف فيه جلسات فيه وبعدين يمكن الوصول لبسهولة جدا حاطين لكم الطاولات محبين صراحة اليوم امتعاش على الاخر 90% من الواسطة تصويرنا الشلال رائع جميل جدا أخذ جدا صاحة اليوم مجموس هل أنتعرف محبين بحر Tong لو أرسل كل أورو إليا اشتركوا في القناة التغاطة في الطريق النرويج الساحرة نساكم الله بالخير يا ويوه الخير حاليا نحن في منطقة لانفك اليوم 15-28-23 هذه كلها العاب ومغامرات للصغار والكبار هذه المنطقة وجنبها شلال نهري انا اياي عشان شلال نهري بس قلت بصور المكان هذا قبل الله بلدة لانفك اشتركوا في القناة 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 في كل مكان في النروج يجبون لك صخور من عدة جبال في النروج وشرح كامل عنها من اي جبل شو مكوناتها عشان الناس يعني الجيل هذا كله يعرف عنها المعلومة هاي سواء كان وطفال ولا كبار فكل معلومة عن هالصخرة من اي جبل شو مكوناتها موجودة على في هذا الصفحة التعريفية جم الشلال نين جلسات حط غداك وتغدأ تبغي تطبخ حاطين لك اكوار حاطين مسوئين لك كل شيء مون تعال وطبخ وتهنى وتوكل على الله حط غداك وتغدأ حط غداك وتغدأ هذا هو صلح صويرنا ما زلنا في نفس الشلال هذا على بعد 150 متر عن الأولين هذا على بعد 150 متر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصل تصويرنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تكتب سكين بنروح للمدينة الحديثة وبعدين بنروح للمدينة القديمة اشتركوا في القناة